السلام عليكم معكم دري حمتيك اليوم سوف نرى كيف تقوم بتحويل اليورو سواء ميسيرا مايفين وايز雷 Being او اي او راديك الى YUSDT يعني تقوم بشراء YUSDT سواء بالدينار الجزائري او اليورو نحن سوف نقوم بايت��을 يريد منص تأليز اليورو اليورو سواء على منصة بايبيت bc او اي منصة لديك تريد شراء اليو اس دي تي فقط تابع مع هذا الفيديو وسوف ترى الطريقة يعني في هذا الفيديو سوف اقوم بالتطبيق مباشرة يعني لن اشرح كل التفاصيل المتعلقة بهذا الموقع حتى لا يطلق الفيديو كثيرا نحن سوف نستخدم في هذا الفيديو موقع زير اكس تشينج قام بارساله الي احد الجيران وهو مشكور بطبيعة الحال قمت باستخدام هذا الموقع تقريبا ثلاث مرات سابقا بالنسبة الى التسجيل في هذا الموقع او التحويل يجب عليك انشاء حساب من هنا وبعدها تقوم بعملية التحويل لكن انتبه معي جيدا عندما تريد التسجيل سوف تحتاج الى ادخال رقم الهاتف الخاص بك الحقيقي حتى يقوم بارسالك كود التفعيل وتفعيل الحساب الخاص بك اذا اخطأت في رقم الهاتف لن يصلك الكود ويجب عليك التواصل مع الدعم من هذه الخانة يعني هذه الاشياء حدست معي شخصيا اشاركها معكم اذا انا مباشرة سوف اقوم بالدخول الى الحساب الخاص بهذا الشكل للاشخاص المبتدئين يعني اذا اردت انشاء حساب فقط تابع هذا الشرح يعني تطرقت اليه فقط في المدونة الخاصة في موضوع خفيف صراحة طريقة التسجيل حاليا سوف اقوم بعملية التحويل اذا اقوم بالدخول الى حسابي بهذا الشكل انا لست برنامج روبوت تذكرني وتسجيل الدخول اول شيء يجب علينا الانتباه اليه وهو اسعار الصرف والاحتياطي المتوفر في الموقع من هنا نقوم بعملية التحويل لكن قبل ذلك يجب علينا النزول ورؤية اسعار الصرف يعني كم يساوي اليورو مقابل الدينار الجزائري ايضا الاحتياطي الاحتياطي كما نرى هنا الاحتياطي من كل عملة نحن سوف نقوم بشراء عملة اليو اس دي تي اذا لدينا احتياطي هنا لدينا احتياطي 370 اذا يمكننا التحويل بشكل عادي يمكننا التحويل بشكل عادي من الطريقة التي نريد اذا نقوم بالرجوع الى الاعلى ونختار العملة التي سوف نقوم بارسالها وهنا نختار العملة التي سوف نقوم باستقبالها وبعدها نقوم بكتابة الرصيد الذي نريد ارساله سوف تظهر معنا بعض التفاصيل بهذا الشكل أقوم بالضغط هنا وأقوم بالصعود بعدها أقوم باختيار رصيد بيسيرا أنا لدي رصيد بيسيرا كما ترون أقل شي يمكننا تحويله هو 25 أورو إذن نقوم بالضغط هنا أيضا حتى نقوم باختيار USDT بهذا الشكل نقوم بالنزل ونقوم باختيار USDT هنا تقوم بكتابة القيمة التي تريد تحويلها أنا سوف أقوم بتحويل قبل ذلك سوف أتأكد كم لدي رصيد على بيسيرا قمت باقتنائه من عند أحد الأصدقاء هكذا نقوم بالدخول حتى نتأكد فقط كم لدي رصيد نعم لدي رصيد 104 أورو سوف أقوم بتحويلها كاملة لأني لا أحتاج اليورو أقوم بتحويلها بهذا الشكل 104 أورو سوف يصلنا على USDT كما ترون تصلنا 107.15 لكن انتبه جيدا إلى الضرائب في الخطوة الموالية نقوم بالضغط هنا على تأكيد التبادل بهذا الشكل تأكيد التبادل بعد اختيار طرق أو طريقة الإرسال كما ترون هنا يقول لك هنا سوف يتم إرسال يعني أنا سوف أقوم بإرسال 104 وسوف أستقبل 107.15 USDT إذن تقوم بالنزول سوف تجد هنا تفاصيل الإرسال كما ترون هنا وإذن سوف تجد الضرائب إن كانت هناك ضرائب يعني هنا تفاصيل الإرسال وهنا تفاصيل الاستلام تفاصيل الاستلام تقوم فقط بالنزول وتقوم بوضع هنا email binance أو الID الخاص بالbinance أو محفظة TRC20 لكن محفظة TRC20 سوف يتم إنقاس منها الضرائب 1 USDT إذا قمت باختيار TRC20 أما إذا قمت بإدخال email binance أو ID binance لن يتم اقتطاع منك أي شيء إذن بالنسبة للمبتدئين المبتدئين يجب عليك إحضار عنوان USDT TRC20 يعني من أي منصة لديك من أي منصة لديك سوف أقوم بأخذ مثال على منصة BitGate أنا سوف أقوم باستخدامه يعني في منصة أو سوف أستغل هذا الرصيد على منصة Binance لكن للمبتدئين يمكنك تخطي هذا الجزء إذا كنت محترف بالنسبة لي المبتدئين تقوم مباشرة بالبحث عن إيداع أو أو إضافة أموال في المنصة التي لديك في المنصة التي لديك تقوم بالضغط هنا على إيداع عملات مشفرة يعني على حسب المنصة التي لديك إذن كما ترون نقوم بالضغط هنا على USDT أو نقوم بكتاباتها هنا نقوم بالضغط هنا كذا على USDT هنا تأكد من أنها USDT وبعدها اختر الشبكة من هنا اختر الشبكة قم باختيارها TRC20 وقم بنسخ هذا العنوان بهذا الشكل وبعدها توجه إلى الموقع بهذا الشكل وقم بلسق العنوان في هذه المنطقة بهذا الشكل يعني قم بلسق العنوان الذي نسخته وقم بالضغط على تأكيد الطلب أنا سوف أقوم بإرسال على إيميل الباينونس مباشرة أقوم بوضع الإيميل بهذا الشكل يعني إيميل الباينونس وأقوم بالضغط على التأكيد حتى ننتقل إلى خطوة الإرسال سوف يعطينا طريقة إرسال له المنطقة الإيميل الخاص بحسابه على بيسيرك كما ترون هنا انتبه معي جيدة أنت لا تقم بإرسال إلى هذا الإيميل الذي ظهر لي الآن ربما يختلف الإيميل كما ترون هنا بعض التفاصيل المتعلقة بعملية الإرسال إذن اختر الإيميل الذي يظهر لك أنت شخصيا أنا ظهر لهذا الإيميل أنت اختر الإيميل الذي يظهر لك قم بنسخه بهذا الشكل قم بعمل نسخ انظر هنا التفاصيل يقول لك إذا اخترت استقبال الدينار بعد استلام الطلب سيتم الدفع لك من 5 دقائق إلى 48 ساعة أنا حاليا سوف أقوم بإرسال لهم الأوروبيسيرا بعد أن أقوم بالإرسال سوف أقوم بالتقاط صورة حتى أقوم برفعها في هذا المكان وبعدها أقوم بتحديد هذه الخيارات وأقوم بالضغط على إرسال فقط تابع معي هذه الخطوات إذن بعد أن تظهر معنا هذه الواجهة نقوم بنسخ هذا الأدرس وبعدها نتوجه مباشرة إلى بيسيرا حتى نقوم بعملية الإرسال ننتظر فقط قليلا بعدها نتوجه إلى إذا اخترت الوايز أو أي طريقة أخرى قم بالعملية بشكل عادي جدا أنا سوف أتوجه مباشرة إلى خانة التحويلات بهذا الشكل بعدها أقوم بالضغط هنا على تحويل جديد تحويل بيسيرا أقوم بالتوجه إلى هنا أقوم باختيار البريد الإلكتروني أقوم بلسق الإيميل وأقوم بالضغط على استمر هنا أختار القيمة أضغط على استمر هنا تفاصيل المعاملة نقوم بكتابة سيرفيس وبعدها أقوم بالضغط على استمر كما ترون هذا هو الإيميل أو الشخص الذي سوف نقوم بإرسال إليه نقوم بالضغط على مواصلة بهذا الشكل تمت العملية نقوم بالضغط على إغلاق يجب علينا الانتظار ريس ما يتم الإرسال يجب علينا الانتظار ريس ما يصبح هذا اللون مثل هذا كما ترون هنا لون باهت يجب علينا الانتظار قليلا ريس ما يتم سحب الرصيد من الحساب الخاص بنا يعني مدة دقيقة فقط لأنه يمكننا إلغاؤها في حالة يعني أخطأنا مباشرة نقوم بإلغائها من الأسفل إذن ننتظر قليلا إذن كما ترون تم الإرسال يعني تم سحب الرصيد من الحساب الخاص بنا مباشرة نقوم بالضغط هنا حتى يظهر لنا كما ترون عندما تظهر معك هذه الأشياء يعني أن الرصيد تم إرساله مباشرة نقوم بلقط صورة بهذا الشكل التقاط صورة ونعود إلى الموقع هنا بعدها نقوم بالنزول ونقوم بالضغط في هذا المكان حتى نقوم برفع تلك الصورة هكذا هذه الصورة بعدها نقوم بالضغط على تم في الأعلى هكذا نقوم بالضغط على تم وبعدها نقوم بالضغط هنا على إرسال نقوم بالضغط على إرسال يرجى وضع علامة في هذا المربع إذا أردت المتابعة كما ترون يجب علينا تحديد هذين المربعين بهذا الشكل وأيضا لقد قرأت جميع التعليمات وبعدها نعود ونقوم بالضغط على إرسال بهذا الشكل وننتظر قليلا ريس ما يتم الإرسال كما ترون العملية جارية كما ترون الشريط هنا العملية جارية وكما ترون سيقوم المسؤول بمراجعة طلبك إذن تم الإرسال والطلب الخاص بنا قيد المراجعة منذ سمان دقائق منذ سمان دقائق ننتظر ريس ما يصلنا الرصيد على الحساب الخاص بنا في باينانس أو أي طريقة أخرى وبعدها نكمل معكم إذن بعد مرور تقريبا خمس دقائق منذ أن قمنا بعملية الإرسال كما ترون يعني نرى هل الموقع صادق في التوقيت الخاص به يعني هم قالوا خمس دقائق سوف نرى الطلب قيد المعالجة كما ترون نقوم بالتحديث فقط بهذا الشكل حتى نرى هل الموقع حقا صادق أو لا مرت خمس دقائق نعم كما ترون تمت الموافقة منذ ست دقائق يعني مرت خمس دقائق تقريبا منذ ست دقائق إذن سوف نرى هل الرصيد وصلنا بالفعل أو لا نتوجه مباشرة إلى الإيميل أو إلى الباينانس الخاص بنا نتأكد فقط كما ترون كما ترون تم استقبال هذه القيمة على باينانس وكما ترون في نفس اللحظة على ما أعتقد كما ترون شيء جميل شيء جميل نقوم بالدخول ونتأكد من القيمة التي وصلتنا وبعدها نتوجه إلى باينانس كم 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 مئة وسبعة يعني نفس القيمة التي قمنا بطلبها نفس القيمة من موقع زيال اكس اتشينج فقط هذا الفيديو يعني أردت تحويل هذا الرصيد وأشارك معكم الطريقة لمن يحتاجها سوف نتوجه مباشرة إلى الباينانس لأن الرسالة أو رسالة الإهداء لم تصل ربما قمت بإلغاء تفعيل كما ترون نقوم بالضغط هكذا يعني قمت بإلغاء تفعيل الإشعارات أين أجدها في الأصول وكما ترون نفس القيمة كما طلبناها مئة وسبعة فاصل خمسة عشر يو اس دي تي تقريبا هذه كانت طريقة التحويل من اليورو إلى أي منصة تريد بنفس الطريقة فقط طبق ما قمت به بالنسبة لي شرح الموقع يمكنك الاطلاع على التدوينة التي قمت بي التطرق إليها في المدونة الخاصة فقط قم بالاطلاع عليها وسوف تعرف كيف تقوم بالتسجيل أتمنى أن تكون قد استفدتم من هذا الفيديو ولا أكون أطلت عليكم كثيرا نلتقي في موضوع آخر السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر